كثيرون تحدثوا عن العملية التي قامت بها اسرائيل في سوريا حتى ان البنتاجون الامريكي عقد جلسة لتدول هذه القضية لذلك اسرائيل قامت بتسليم امريكا شريط فيديو الذي يظهر بان المكان الذي قصفه هو مصنع نووي بنية بمساعدة كوريا الشمالية في الشريط هناك صور من الاقمار الاصطناعية وايضا صورا من الارض والتي تشغل الكثيرين في هذه الايام اسرائيل تقول بان هذا المصنع كان قريبا جدا من ان يكون فعال وبشار الاسد ينفي وجود مصنع نووي كهذا هذا الشريط جاء لكي يثبت الامريكان العلاقة القائمة ما بين كوريا الشمالية وسوريا حيث ان الصور تظهر التشابه ما بين المفاعل الكورية وهذا المصنع الذي استنسخى طبق النمط الكورياني حتى ان الشريط احتوى صور التي عواقبها ستكون وخيمة وهي صورة للمسؤول عن البرنامج النووي الكورياني برفقة المسؤول عن البرنامج النووي السوري تقريبا في إراك في 1981 وإن سيريا في 2007 والآن أولمert فعله جدًا للمشاهدة أن الإسرائيل لا يمكنه إران أن يكون نوكليا لذلك يجب علينا أن نتوقع ونرى لذلك أعتقد أن الإمكان على هذه المناطق الأمريكي سيكون للمساعدة إلا أن الأمريكي سي決定 أنها تريد عملية ضد سيريا